موسيقى عنوان درسنا اليوم متين دان الله و بالضبط راح ناخد باراغرف تا باشلق كنو و انا فكر يعني كيف منحدد الباشلق عنوان الناس الباراغرف او المتين كيف منحدد الباشلق كيف منحدد الكونو متنين كنوسو ندير او انا فكر او انا دشنجا او انا دشنجا سي ندير فهذا الكلام راح نتعرف عليه اليوم بهذا الدرس اول شي اذا اجينا سؤال بو متناء ان او يقوم باشلق ندير يعني ما هو اكتر باشلق يعني عنوان مناسب لهذا الناس ففي عندنا عدة حالات ممكن يكون عنوان الناس هو عبارة عن كلمة واحدة فقط ممكن يكون كلمتين ممكن يكون ثلاث كلمات تمام؟ وفي حالات نادرة جدا ممكن يكون اربع كلمات يعني حد اقصى للباشلق لازم يكون اربع كلمات بيصير كلمة واحدة او كلمتين او ثلاثة او اربعة اكتر من اربعة صار غير مناسب يعني الان او يقول باشلق لازم ما يكون يتجاوز الاربع كلمات فقط لما بجينا بو متنين كو ندير ما هو موضوع هذا الناس فممكن يكون موضوع الناس جملة تتكون من خمس او ست او سبع كلمات كمان حد اقصى بهذا الطول لازم يكون الكو نو اما اذا اجانا سؤال بو متنين او انا فكري او او انا دوشنجة سي نادر يعني ما هي الفكرة الرئيسية لهذا الناس انتو بتعرفوا انه فكير دوشنجة نفس المعنى مو ايه؟ او كيف فالانا فكير او انا دوشنجة ممكن توصل لهذا الطول يعني سطر ونص او سطرين باشلق شو الفرق بين كل واحد من هدول الثلاثة الباشلق والكونو تقريبا نفس المعنى بالضبط ولكن الباشلق مثل ما قلنا مختصر تمام؟ الكونو يعني بدنا نستخرجه من داخل الناس هذا الناس عبي يحكي لنا عن مفهوم معين او عن مصطلح معين او عن شغلة معينة او عن اولاي حادثة معينة فهي الاولاي او الحادثة او مفهوم او الكافرام يعني راح نلخصه بجملة لتجراءة او سبع كلمات لما بيجينا سؤال بو متنين او انا فكري او انا دوشنجة سي معناتها هذا الكلام ما راح نستخرجه من داخل الناس هذا الكلام يعني نحن شوفهمنا من هذا الناس منعبر عنه بجملة اقصر شي سطر واطور شي سطرين بالنسبة للأنا فكير او انا دوشنجة تمام؟ اذا الباشلك والكونو لازم نستخرجهم من داخل الناس يعني الناس على شو عا بيركز منطلعه وبنكتبه الباشلك بيكون اصير والكونو بيكون اطول شوي اما الانادشنجة فنحن لما قرأنا هذا النص شو استفدنا منه عبرة بنكتبه هون منعنا هاي منعنا منطلعه تمام؟ هاي كمقدمة شو الفرق بين كل واحد بين هدول الكلاثة طيب نبدأ اول شي مع براغرافة باشلك العنوان كيف بنختاره؟ عبيقولونا براغرافة باشلك منطمال اوزيليكلير شنلاردر؟ اهم خصائص الباشلك اني براغرافة تمامنه قبصار اول شغله لازم يكون شامل لكل الراغراف اللي هو الناس يعني الراغرافه متين نفس المعنى الناس يعني اذا العنوان لازم يكون شامل لكل الناس وثاني شيء الراغرافه من قنصه انا فكري اللي بالانطلدر يعني الباشلك لازم يكون مرتبط بكونو بموضوع الناس وبالانافكير ايضا بالفكرة الرئيسية لهذا الناس لازم يكونوا كلهم متعلقين ببعض مثل ما ان الباشلك ذاتا هو نفسه الكونو ولكن مختصر وثالث شيء واهم شيء لازم يكون الباشلك يعني يلفت انتباهنا لازم يكون معبر يعني لازم يخلينا نفكر لما نقرأ هذا النص او عفوا لما نقرأ هذا الباشلك او العنوان لازم يلفت انتباهنا ويخلينا نفكر عن شو رح يحكي هذا النص تمام هدول الخصائص الثلاث الرئيسية للباشلك اذا فبناهم شكلي كويس فينا نحدد باشلك بكل سهولة ممكن يجينا السؤال بهذا الشكل اما بوشيرين باشلك اشتردنا هانجسي ولا بلير بحطونا اربع خيارات اي واحد هو الباشلك المناسب لهذا الشعر او للنص يعني بو متنين باشلك اشتردنا هانجسي ولا بلير او بو شيرين او بو بارچنين او بو براغرافن كله نفس المعنى او بو متنين او يقوم باشلك اشتردنا هانجسي در هلا رح ناخد مثال حتى نفهم هذا الموضوع بشكل افضل في عنا هم براغراف قطعة يعني بارچا او متن نص وعبالون متنين باشلك اشتردنا هانجسي ولا بلير يعني ما هو انسب عنوان بهذا الناس مي بيقره هذا ارنكوا بجاوب عليه انا كم ارستر درس توفد رأسك ها 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 ارنك وا بجاوب علي فهو صحيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التكنولوجيك الالتلين لدينا الزرارة نحن هنا نحكي عن اضرار الالات التكنولوجية على الاطفال و هذا الكلام من وين استخرجنا هل بك sayısız ضرارة باردنا اول شيء من الجمهة الأولى من لاحظ نحن نحكي عن الزرارة هر جن جلشان تكنولوجيا دركن نحن 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 أولاد على لأن ال逄 يقولون ان التطور التكنولوجيا جيداً بطريقة طبيعية لا يجب أن ندمع الأولاد هنا يوجد ستكون بشكل أزاي ما مش ببك ليرين يعني لسا الولد صغير لسا انتم ها بيعرف يؤد كويس اللي نا اقل تلفون لرين تابليت ليريت وتشتر يوروز يعني ها بيمسكون اما اقل تلفون اه هاتف ذاكي يعني اندرويد او كزا من الحواطف الحديثية او تابليت وهو لسا توصغير ما بيعرف يؤد كويس فمعنات هذا الكلام شو غالبا من من اول سطرين يعني فهمنا اني الجواب هو وعندوقها وابنفس الوقت متنه او اي يجب أعرف هو موضوع الوصف وابنفس الوقت هو ان اواجهي لسا الوقت او موضوع الوصف اوكييه؟ نعم ها إعجابه كويس يا نه الparagraftا كان موضوع الparagraf حبيلون اوه الشيء كمقدمة تعريف يازانا نزيل الدوردوه اولاي دورم يعد دوسيقى الوصف من قوضوع الوصف يعني موضوع هذا النس هو الworld يعني الحادثة أو دروم يعني الحالة أو دشنجة يعني الفكرة يعني زرى دورور يعني التي يقف عليها الكاتب تم إن الفكرة العامة او الحادثة العامة او الحالة العامة اللي بيحكي النا بيكتب يوضع lib�� صز وجب هم متنح رسول طيب ب egyuy explode تمال يجب أن يشمل كل الناس الكون لازم يكون يعني الجملة اللي نحن رح نكونا كون لازم تكون شاملة كل الناس وثاني شيء بباراغراف يجب أن يدروا لان يعني الكون لازم يدروا ميادة كفرام در يعني الكون لازم يكون حول الحادثة أو درم الحالة أو الكفرام يعني هو المفهوم أو المصطلح اللي عبي يشرح لناها الكاتب يزار وثالث شيء بباراغراف يعني أكتر الكلمات المكررة بالنص معناتها هي اللي عبي يحكي عنها النص مزبوط نحن بنشوف شو هي أكتر الكلمات اللي عبي تتكرر بالنص معناتها هاي هي النص اللي مركز عليها وهي موضوع النص نحن هنا لحد الآن عم نستخرج كل شيء من النص ما في عنا إبداع شخصي كله من داخل النص عم نطالع لذلك سهل يعني مو صعب أهم الأسئلة الممكن تجينا بهذا الشكل ممكن نجينا سؤال يازار باراغراف تان ندين باسي ديور عم ماذا يتحدث كاتب في هذا النص إذا جاء قومت لهذه السؤال معناتها ماذا يتحدث كاتب في هذا النص النص عبي يحكي لنا مشكلة معينة مزعوج مننا ونحن لازم نشوف ما هي هذه المشكلة ونفهمها تمام؟ يعني يشتكي يعني يشتكي وهذه الكلمة يعني بتجينا كتير ها احفظوها بو متنين كونسو عشاري لدان هانكي سيدر ممكن هذا يكون أسهل سؤال لاني واضح جدا بو متنين كونسو مطلوب مننا موضوع النص أو بو بارجة دا بارجة دا عشاري لدان هانكي سيدر سوزة دي المكتدر سوزة دي المكتدر يعني عم ماذا يتم الحديث بهذه القطعة البارجة هي قطعة من النص يعني بتكون أقصر شوي تمام؟ النص المتين بيكون طويل والبرجة بتكون قطعة من النو فقط ايا قصيرا طيب ناخد مثال عن متنين كونسو كمان فيعنا نص مصير ويقاردك متندة يازم اصل يقنده لاهزم ونو ندير يعني من شو عبيشتكي الكاتب بهذا النص يا أثير كمانات 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 جيو لبليل؟ جيو لبليل ميفية انتو جواب طاية؟ جواب؟ صفانا محمد اصدق استرذوق محمد بيقول آ راما د د جواب قول فا قول فا سلام ب سلام ب سلام بقول جه ايه هانا كمان انا جه سلام ايه برانا سلام برعيئة اه وليد وليد شو جواب سلام ب ب ب طيب حسن سلام بقول آ اه طيب راح يشرحكو عنا الناس بالعربي الى نشوف لاحك يتغير رأينا ولا لا عابلونا معلوم هاري كي سيدا لازات لي هاري كي سيدا فازك جيل مازي يعني اثنيناتهم طيبين واثنيناتهم ما فينا نتخلى عنهم اما استير دشارده استير مسافي الليكتا قهوه استدينيزده برونوزده هازر قهوه دا اطلمسي ترك قهوه سنين اكينجي اتشنجي بشنجي سره سره اطلمسي سنير بوزوجو يعني هنا الاثنين طيبين ولا يمكن استغناء عنهم ولكن اني نفضل الهازر قهوه على الترك قهوه سي ونخلي الترك قهوه سي القهوه التركية بالمرتبة الثانية او الثالثة او الخامسة هذا الشيء سنير بوزوجو يعني هذا الشيء يزعجني الكاتيرا بيقول انا بيزعجني اني نفضل الهازر قهوه على الترك قهوه سي بنا بيدود يوروم فارلا عندكي بيك فارك قاية قالم بيرتزقيلة تزيوروم يعني انا فورا بقوله للانسان قف وبشرح له بخط عريض ما هو الفرق بين هاتين القهوتين هازر قهوه دوزيازيسا يعني لو كانت الهازر قهوه هي عبارة عن دوزيازي هيك ناس عادي يعني ترك قهوه سي شير شو الفرق بين الدوزيازي والشير الشير بالتأكيد احلى بكتير ومعبر اكتر مزبوط نفس الفرق بين الدوزيازي والشير الفرق بين الهازر قهوه والترك قهوه سي بحزب رأي الكاتب طبعا حاضر كهوة كونشماكسا يعني لو كانت الحاضر كهوة هي عبارة عن كونشماك عن كلام ترك كهوة سي مهبات تر مهبات يعني درده شي حميمية صميمية يعني تمام نحن هذا الكلام كله طبع الفرق بين الترك كهوة سي والحاضر كهوة ما بهمنا نحن بإمكاننا من أول ثلاث أسطر نستخرج الجواب هجان هبيقول هبيقول أني الناس عبيفضلوا لحاضر كهوة على الترك كهوة سي وبيخلوا الترك كهوة سي بالمرتبة الثانية أو الثالثة أو الخامسة هذا الدليل على شو صادر أنا أول شيء الجي بس هلأ أغيرت لديه الجي مصابر لحاضر كهوة كيامس الجواب هو كهوة القصندات ترك كهوة سي نيتاري دياري كهوة سي يعني ما بيعطوها القيمة المناسبة للقهوة التركية لازم يعني بحسب هذا النص بحسب رأي هذا الكاتب لازم تكون ترك كهوة سي برنجي سرادة ما بسي تكون اكينجي يوضع اتشينجي يوضع بشينجي تمام لازم يكون برنجي سرادة يعني يتاري ديار يعني القيمة الكافية للقهوة التركية ان تكون بالمرتبة الاولى لما بيجينا ضيف اول شيء لازم نعرض عليه هو شرب القهوة التركية هذا الدليل على اني شو نحن عم نكرمها يعني اذا ضيفناها قهوة تركية بنكون نحن عم نكرمها اكرام عظيم اما اذا ضيفناها حاضر كهوة اول شيء معناها نحن عم نقلل من قيمته هذا الكلام كله طبعا بحسب رأي الكاتب اللي كتب هذا النص فإزان الجواب هو بما عم نعطي القهوة التركية القيمة الكافية تمام؟ هلأ الكونو مثل ما نكون شايفين يعني الاربع جمال اصلا قريبين من بعض كتير ممكن انخربت بينانتهم كتير لذلك يعني مين قال به اللي قالوا به عددهم كتير قليل يمكن شخصين او ثلاثة قلت به انا كمان قلت به فنحن كيف لازم نحل هاي المشكلة مشكلة اني نعرف الكونو بدون ما انخربت استاذ يمكن لانه ما فهمنا بعض الكلمات ايوه يا عينالك يا اسير لازم نقرأ كتير لازم ندرب كتير على حال امثلة مشابهة فالدرس القادم رح يكون حال تست عن متنين كونسو متنين انا فكري ان شاء الله حتى ندرب عليهم اكتر طيب ننتقل لا انا فكير او انا دوشنجا كيف نستخرجه الانا فكير او انا دوشنجا الفكرة الرئيسية للناس يعني اقولونا تعريفة او كيو جوا بريمك سنين مساج در يعني هي عبارة عن رسالة يراد ايصالها للقارض يعني الكاتب عبا يكتب ان الناس بدو يفهمنا من خلاله فكرة معينة يعني هاي الفكرة انية اسم الفكرة الرئيسية بر بارتة او اهلا يزول ماهي لنا انية اسم الفكرة الرئيسية يعني الهدف من كتابة هادا الناس هو الفكرة الرئيسية تمام ليش كتاب او اكتب هذا الناس شو بدو من هادا الناس شو بدو يوصل لنا فكرة هاي هي الفكرة الرئيسية تمام طيب كيف نحن اصطنا رجل انا دوشنجا بسهولة او اول شي اعب عندنا بعض التلميحات يعني ابعونه انا بتشنجا يبقل مك اون او او اي symptoms يمكن أن نتبعي الطريقة حتى نوصل إلى الانا ديشنة أو الانا فكير أول شيء öncelikle konu bulunmalıdır أول شيء لازم تالع الكون إذن أول شيء لازم نعرف متنين konusu nedir حتى نعرف متنين ana düşüncesi nedir تمام أرفنا أول شيء تنينش parçadaki bağlayıcı kavramlar varsa بلين الملي يعني إذا كان هناك bağlayıcı kavramlar مثل هذه الكلمات لحظة الكونيان بغير لول مصطلحات ربط يعني أول شيء من حدد هذه المصطلحات چنك قصة جاسي وصنوطة ووصنوطة وبنجة اجتلا أصلاً دا إفادة لتنصر ana düşünce يعني غالبا ممكن تجين الانا düşünce بعد هذه الكلمات لما بقول قصة جاسي شو مانات هذا كلام يعني بعد ما شرح لنا شرح طويل عبيقول وباختصار شديد كذا 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 فهون عبيلخص لنا كل الكلام بالفكرة الرئيسية او يعني في النتيجة او مع ذلك وبرأيي اجتلا باختصار اصلاً دا في الواقع تمام لما تجينا مثل هاي الكلمات ضمن النص فمنونظر للجملة اللي بعد مباشرةً بعد هذه الكلمات شو هي الجملة الباعدة غالباً هي الانا düşünce وثالثاً كمان في عنا تلميح مهم جداً عبيقولونا او هاي الكلمات ضمن النص هذا الارنك örnek على شو örnek على الانا düşünce مضبوط örnekten önceki yargının ana düşünceyi verebileceği حترداً çıkarmamalıdır يعني لازم من انسى ابدا لما بيكون في عنا مثل örnek معنات هذا هذا örnek على الانا düşünce فالجملة اللي قبل الارنك هي بتكون أنا دوشنجا تمام إذن أول شيء نقدر الكونو ثاني شيء ندور على هذه الكلمات اللي هي بتلخصنا الناس كله يعني تعطينا نتيجة الناس أو الخلاصة وثالث شيء إذا فيه örnek ننظر للجملة اللي موجودة قبل الارنك طيب لما بيجينا سؤال أنا دوشنجا كيف بيجينا ممكن يجي عن الناس أو عن الشار نفس الشيء بيقولونا بومتنين أنا فكري ندر أو بو شيرين أنا فكري أو أنا دوشنجسي أو بالنسبة للشعر بيقولونا أحيانا أنا دو يقو يعني ما هي المشاعر الرئيسية في هذا الشعر أو بو شيرين تيماس شو معنى التيماس يعني الموضوع يعني ما هو موضوع هذا الشعر أشار دك لاتن هنجي تدر دائما هاي الخاتمة نفسها أصلا ما بتتغير إذن أي من ما يلي هو الفكرة الرئيسية للناس أو المشاعر الرئيسية للشعر أو موضوع الشعر متنين تيماسي أو شيرين تيماسي يعني موضوع الشعر طيب بو بارتشادا أصلا 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 يعني ما المراد شرحه في هذه القطعة أو في هذا النص ما ناتا بدنا الأنا دوشنجة لما بشوفوا أصلا أصلا ما ناتا بدنا الأنا دوشنجة أو أنا فكر وشيرين أنا دوشنجة أو تيماسي أشار لدان هانجي سيدر أو بو بارتشادا هانجي إذن لك فرقولان مشتر يعني الفرقولان ماك هو التركيز على أي خاصية تم التركيز في هذه القطعة سواء كانت نص أو شعر تمام؟ كمان حتى نقدر نستخرج الأنافكير أو أنا دوشنجة أو أنا دوشنجة أو أنا دوشنجة أو تيماء بشكل جيد جدا لازم نتدرب كتير فناخد ليوم مثال ودرس القادم ناخد تست شامل من يكرا؟ أنا أسفر 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 عليها اري إلى headed by وصفر وأ سے تلمTI card الحقوي مغال otherwise أسفر جزء أحسر ر request الأك Malaysia أحسر أوحت أسفر أحب والك وأطة موسيقى طيب الانات دشنجة مثل ما كم لاحظين يعني هي جملة طويلة أطول من الكونو وأطول من الباشرة مضبوط ومي موجودة في قلب الناس مننا نحن نستخرجها لنفهم شو هدفه من هذا الناس ونقول شو هي الانات دشنجة شو رأيك يا هنم شو عبي حكي هذا الناس استاذ انا اه اه يعني ابيعطونا بعض التلميحات عن الاكليم عن الجو يعني الطقس تمام ابيعطونا بعض التلميحات عن الطقس في مناطق معينة في الطبيعة والبيعطونا بعض التلميحات عن الطبيعة يعني هناك استدلالات اه حول الطقس من اشارات مختلفة يقوم بها الناس والجي تشيك لارين في ميبالين بول اولو سنالا كش سيرت جيتشار يعني لما بيكون في عنا الكثير من الازهار والكثير من الفواقه معنات الشيطة رح يكون قاسي هاي السنة وهي الجملة مستبعدة تماما لاني موكلة الامثلة هيك الجي مستبعدة تماما هاي فورا عرفنا ورابع عن اشارة يعني هاي تعتبر عقيدة خاطئة اني نستدل بالاشارات وهي الجملة كمان مستبعدة تماما لاني الناس ما جاء بسيرة الانانش لار ابدا ماجه بسيرة المعتقدات يعني تمام aجا و отдا مستبعدين لا اني منش ههملين للناس A وال B كتير كريبين اني كونو هنن الانات شونجا شو راح نقرر بي فورا طيب فوو اقول كارلونا اسم مدينة اسم مدينة يعني اقطابات في الجيل الأرض ايضا يتتقى إذا كان يتقوم بك validated وهذا يتقوم بك في الجيل الأرض في الجيل الأرض يتقوم بكثير إذا كان نتقوم بكثير كان موسمي في كثير هذه اليوم الأرض معناه الصيف رح يكون طويل وبمدينة بنجول المعاش لارن شوك تشيك المصير او يلقار يا عجل يعني مدينة بنجول اذا صار في عنا اه كتير ازهار باشجار التفاح معناه هاي السنة رح ينزل تلج شو معناه لما لابعلكم معناه هيك رح يصير معناه هيك رح يصير معناه هيك رح يصير معناه هذا شو؟ ها بيستدل له استدلالات مزبوط موشتا الج اعجل من ميوزين كشن سرد جيجي يعني في مدينة موش اذا الالج نحن بنقوله الزعرور شجارة الزعرور اذا عطا اتفاكي هكتير معناه تا الشتاء رح يكون قاسي يورمانر يعني تفسيرات اذا الناس بيعتونه هيك تفسيرات معناه تا شو الاجابة الاقرب جي جي نحن قلنا جي و دي مستبعدين اليورم لار هي نفسة شكارم لار تمام؟ نفسة يعني عبيعطونا استدلالات حول التقص من خلال اشارات معينة اشارات مختلفة تمام؟ تمام استدلال اذا جواب هون نختار بي طيب في عنا شاعر كمان لنشوف شو هي الانا ضيقو السؤال يقول كيف حاكم الان ضيقو اما يلي هو المشاعر الحاكمة لهذا الناس المشاعر المسيطرة الموجودة اكتر شيء وفي عنا اموت سوزلك يعني اليأس وسيفينش الفرح وانا سيفقسي حب الام وآيرلك اجسى يعني ألم الفراق طيب الشاعر يقول يولموك يزليان عنام واربنم يعني في عندي ام تراقب طريقي فاتحة يزليان نينم واربنم وفي عندي جدة تشتاق الى الفاتحة وحاسرتين سزليان سينم واربنم وفي عندي قلب يتسلل اليه الحاسرت يعني الشوق يعني يكفي فراق يعني كفاهة لروحي فراقا فاذا الجواب واضح يعني لا نستطيع ان نقول اموت سوزلك انه اليأس ولا نستطيع ان نقول انه فرح ولا نستطيع ان نقول ان نسيف جيسي لاني الان زكرت فقط في بيت واحد في سطر واحد فالموضوع هو يعني هذا الشاعر يشعر بألم الفراق فراق امه وفراق جدته والشوق لهم فنختار اذا اندي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة